ليست مانعتها حصونها إيران من اختراقات إسرائيلية باتت تقلق أكثر من قبل مسؤوليها إنها اليوم تثبت فشلها المتكررة في التصدي لتلك الاختراقات تلقت ضربات موجعة إيران خلال سنوات مضت أظهرت السنة الأخيرة مدى الاختراق الإسرائيلي لها على أرض إيران نفذت إسرائيل اغتيالات ومحاولات اغتيال لعدد من العلماء النوويين أبرزهم مسؤول البرنامج النووي في وزارة الدفاع محسن فخريزادة عام 2020 جرى أيضا اغتيال شخصيات بينهم ضباط في الحرس الثوري واستهدفت مواقع عسكرية باستخدام طائرات مسيرة صغيرة داخل طهران وخارجها كل تلك العمليات لم تكن معزولة عنها إسرائيل بل إنها لم تكن لتتحقق في غياب معطيات استخباراتية دقيقة وفق ما يقوله أحد مستشاري المرشد الإيراني والأمن السابق للمجلس الأعلى للأمن القومي علي لارجاني المسؤول الإيراني انتقد صراحة الأجهزة الأمنية الداخلية على نحو غير مسبوق يندد الرجل بمشكلة اختراق أمني في البلاد عمرها أعوام يوضح أكثر لقد حصلت حالات إهمال واجهتها الأجهزة الأمنية في البلاد لكنها لم تنجح في وضع حد كامل لها لقد تكشف ذلك منذ اندلاع الحرب على غزة ما استهدفت به إيران كان مبنيا على بنك معلومتي مليء وقديم فإسرائيل عدو يفكر على مدى أعوام ويلحق بك الأذى في لحظة وفق لارجاني إسرائيل نفسها أعلنت حصولها على وثائق أرشيف البرنامج النووي الإيراني عبر عملية أمنية في طهران مطلع 2018 إن ذلك يؤكد عجز الأجهزة الإيرانية عن سد منافذ الاختراق الإسرائيلي أو منع مزيد من نزيف الشخصيات التي تستهدفها تل أبيب وفق مراقبين فإيران الواقع تحت العقوبات الاقتصادية الغربية منذ عقود مع توسع المعارضة الداخلية للحكم فيها ليس لها وفق مقدرين حماية حتى كبار القيادات فيها